هذا ويجتمع بزراء الخارجية والدفاع في الدول العضاء في الاتحاد الأوروبي في لوكسنبورغ اليوم لبحث تعزيز دفاعات الجوية الأوكرانية وتوسيع العقوبات على إيران ومع تصغيد روسيا لهجماتها الجوية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وأهداف أخرى تتعرض حكومة الاتحاد الأوروبي لضغوط لتزويد كياظ بالمزيد من أنظمة دفاع الجوية مثل سواريخ باتريوت هذا وقد كان مجلس أنواب الأمريكي قد وافق على حزمة مساعدات بقيمة أكثر من 60 مليار دولار لمعالجة الحرب في أوكرانيا ومن جهته صرح وزير خارجية لتوانيا بأنه لا ينبغي لدول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أن تتهون في تقديم الدعم لأوكرانيا